مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار لصار مرحب مرحب يا هلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد كيجمعني معكم على القناة في هذه الأيام المباركة ديال شهر رمضان الكريم أتمنى يلقاكم هذا الفيديو فئة من الصحة والعافية وتكون أموركم مزيانة اليوم إن شاء الله أجد لكم بواحد البطيب تاسر عمرين أنخدمو العجينة مع بعضياتنا وكذلك واحد الحشوة اللي كاتجي لديدة بزاف برغم أن فيها مكونات بسيطة ولكن يلقسوهم يعني كاتحيروا في المدق ديالهم كيجيوا بنان بزاف وكيمشوا هكا زويني للفطور يعني كل شي كيحماقوا لهذا البطيبطات الكبير وصغيرة بطبيعك الحال فلعجبكم هذا الفيديو اللي غنتشافكم معكم اليوم إن شاء الله خليوا ليالي لايك ديالكم وكذلك التعليق ليكا تسعدني وكتحفزني وندوز ونقولوا بسم الله وعلى بركة الله نديو مابعضياتنا هاد البطيبطات معموين أو ميني بطبوط اللي كيجيوا هكا الفطور يعني زوينين وما كيحتاجوش منا بزاف المكونات ولك المذاق كيجي فيهم زوين فنقولوا بسم الله وعلى بركة الله ففي الأول العجين باش نحضو هاد العجين ديال هاد ميني بطبوط ويجي معكم زوين ويجيونا إن شاء الله ناجحين ولا بد أنهم خصوم يجيوا من فوقين من الداخل باش يسهلوا عنينا أننا نعموهم أو نحشيهم ففي الدقيق عدي يعني درجو زلايف ديال الفورس تقريبا واحد زلافة مع ماش يعني تقريبا غين نصف زايد علي واحد شوي ديال دقيق الفينو ودرت تقريبا واحد ملعقة ونصف من سكر سانيدة باش يجيونا هكو شوية محمرين وعدنا هنا خميرة الخبز الحبيبات درت واحد يعني هاد الملعقة ما كبيرش بزاف يعني درت واحد الملعقة كبيرة يعني ملعقة هكو واحد شوية ودرت ملعقة صغيرة من الملح يعني العجين العادي ديال البطبط وبطبيعة الحال عدي الماء اللي يكون دافري واحد شوية سوف ندوز نخلط بالشكل العادي اللي بغا يضيف هنا واحد جوج ملاعق ديال الزيت اللي بغاوم يجيو هكو محمرين يضيفهم سوف نجمع العجين يعني يجمع العجين العادي ديال البطبط كندوز هكو كندلكو حتى كنحصل على واحد العجين اللي تكون هكو يعني متماسكة ما متلوقها بزيف ما تكون قاسحة يعني غيك نجمعها به هات الشكل سوف ندوز نحطها باش ندوز العملية تخمير يعني نخمروها حتى يضاعف الحجم ديالها ندهنوها من الفوق غيب واحد شوية الزيت باش ما تلتسقش معانا بذك سواء البلاستيك اللي غنغطيوها به او لا اي منذيل فبهالطريقة اللي كنخليه العجينة ترتاح كيجيونا ذاك البطبط هكو يعني مهوي من الداخل ومفشفش كيف كنقوله وكيسهل علينا انه نفتحوه ونعمره فكيف شفته بعد مداز تقريبا يعني واحد عشرين دقيقة كاكولة خمستاشر دقيقة كتطلع معانا ذيك العجين وكتختامه كندوزو هنا غنخدمه على سطح العمل فانا هنا التذكير ذات واحد الكمية يعني اللي كثيرة لاني بغيت ندير منه البطبوط العادي كيف كتعرفوه احنا في شهر رمضان فكنحتاجوا البطبوط هكو العادي الكبير فحيت واحد الجزء منه هدا غدي نحطه منه بطبوط عادي والجزء ديال العجين التاني غنحطه منه هكو بطيبطات صغير اللي غنعموهم ان شاء الله فكندوز سوف نقطعهم على جوش قطيعات هكو باش ندوزو نشكلهم وانا نتلقوهم هكو يعني سهلين وما كياخدوش منه واحد الوقت بزاف يعني مباشرة بعد ما كنوجدوهم سوف يعني كيسهلو علينا نعموهم باي حاجة اللي بغينا ممكن ندير واحد الكمية اللي كتير نحضرهم ونديروهم هكو في بطبوطات اولى في اكياس بلاستيكية ونضعوهم في المجميد الوقت اللي نبغيهم كنعموهم مثلا وندخلوهم البطريسة ديال البطانيني فكيجي واحد شكل فيهم زوين هكو كندوز هنا كنطلق ديك العجينة كنسرح على سطح العمل كيف شفتو ولابد اني نروش من الفوق ومن التحت فين ما نبغي لها كنسرح بالدل لك باش ملي نجي نقطع ما تلتصقش ليه بسطح العمل ويخسر ليه ذاك الشكل ديالهم فلابد اني نقند لك وما را ما را كنقلب العجينة هكو ننتأكد انها ما ملتصقاش سافي كننحصل على السمك اللي بغيت شما كيف ما بغيتو يعني بطريب تات صغاء او لا هكو غلاد في الحجم ديالهم ما الاحسن هكو يكونوا يعني عاديين باش ياخدوا معاكم الحشوة ما يجيكمش فيهم البابة الداخل كنناخد اي قطعة عندكم كتقطعوا بيها يعني سواء بغيتوهم بحجم كبير ولا حجم صغير وكندوز هكو كنقطع وكنحاول اني نقطع وننزق الديني مش نقطعوا كنضوا في ديال العجينة باش ما كتتقلش معاكم في الحجم وكتتخسر معاكم فمباشرة بعد ما نقطع سوف نحيد سوف نحيد هذو كذلك زائد ديال العجين وذلك زائد ديال العجين بطبيعة الحال ملي كننجمع فيه الى شفتوا انه في الاخير عصا معاكم كتضيفوا لي واحد قطعة ديال الماء وكتدلكوه سوف تخليو شوية يفتاح وكتدوزوته وطلقوه بنفس الطريقة ديال اللي هم يختاموا يعني ماشي بزاف واحد اخمستاشر دقيقة وكتدوزوا نسخنوا لداء ونخبزوهم كيف شفتوا هكوا كيبدو انتافخوه فالأول كنحطوهم كيكونوا عادي غي كنبدو نقلبوا فيهم كيبدو انتافخوه هكوا يجيونا بومبي باش كي يجو معنا ساهلين اننا نحلوهم ونحشوهم باي حاجة بغايتهم كيف شفتوا كنبقى هكا مستمره انا هنا كن خبزهم عادي ما كن دهنش المقليات بالنسبة الناس هاكل كي بيرهم يجيهم حمرين بزاف فايد المقلة يعني بالزيت انا كن بيرهم هاكل يعني لا هاتشكل بطبيعة تحلي غاي بيرهم يعني مازال محمرين ففي الاخير كيدووزهم في الالة دي الباليني كتعطيهم واحد شكل اللي زوين ده بغندوزو ان شاء الله بالنسبة للحشوة عدي هنا يعني كمية من شرائح دي الديكرومي اللي قطعت على شكل طولي وضفت لهنا واحد ملعقة صغيرة من البودرة دي التوم المجفف كيعطي واحد المضاق زوين لهذا الحشوة وكذلك اضفت القليل من الابزار وضفت هنا السلسل حارة اللي كتعطي واحد المضاق زوين هوك لهذا الحشوة مع الديكرومي وضفت هنا واحد الملعقة صغيرة من الخردل بطبيعة الحال الكيمية دي الديكرومي كتبقى على حساب الحشوة اللي انتم ما بغيتوا تحضره اضفت هنا واحد شوية من الفلفل احمر بطبيعة الحال ضفت الملح وكن نخلط هذه الحشوة هذه الحشوة كتجي لديدة بسف بهذه المكونات اضفت واحد شوية ما بين قصبة ومعدنوس وضفت واحد شوية ديال البصل شرائح ديك اللي شالوت هادوك يعني البصل الاخضر اللي كنت مرقده في شوية ديال الخل فانتم مرة تشوفو كندي واحد ترقيدة اللي زوينة لهذا البصل كيجي كيجي لديد في الاكل ما كيبقاش واقف معاكم وعاصي وكيجينا في واحد المذاق من على الخل بحل المخلل يعني كيجي بنا بحل مخلل الزيال لدي الكرنيتو او الخيار المخلل اللي قطعتو هكاش يعني دوائب وعندي الطماطم او مطيشاته يا حيت لها الماء وزرع ومنشفتها مزيان وقطعتها هكا يعني شكل هليلات وكذلك عدي الخصة هو اللي مرسول ومنشف مزيان نصيحة المواد يعني نشفوها مزيان ولكيجي شوية يجب أن يكون إشتارهم حتى الوقت لتبعو أن كنت تحضروا على المائدة الإفطار لأمام الطماطم والمكونات لن يطلق المفل بطبوط ويجبناها كم فازك فأمرهم بسيطة وليس بطبيعة مجدد بمعنى الكلمة برغم ان مكونات ديالها بسيطة ولكن كيتوتر مبعد يتم هاداك الكرنيتشو او للخيار المخلل مع شرائح ديال لداند مع يعني ديك الخص مع كاعة واحد المذاق اللي بنين خصوصا ديك البصل المخلل اللي دمنا مع هالخل مع شوية الملحة وخلينا ترقد حتى دبال فجربو هالطريقة كيجي رائع بزاف ففي الاخير العجبكم فيديو اخواني اخواتي لا تنسى من اللايك والتعليق وإلى فيديو قادم بحول الله اشتركوا في القناة